بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج ولي آل محمد ومنع علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره لكي نتأسى برسولنا صلى الله عليه وآله الذي روي عنه أنه قال إنما بعثت ليتم من مكالم الأخلاق والسبيل الأول لأن يتحل الإنسان بالأخلاق إن يسألها من الله عز وجل فنتوجه إلى الله بقلوبنا قبل ألسنتنا اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال اللهم صل على محمد وآله اللهم وفر بلطفك أن يتعين وكفني ما يشغلني الاهتمام واستعملني بما تسألني غدا واستفر أيامي فيما خلقتني لها وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظار وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعود وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمان وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفاخ اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجا إلا حطبتني عند نفسي مثلها ولا تحدثني عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنتا عند نفسي بقدرها اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل بها وطريقة حقا لا أزيو عنها وليتي رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكما غضبك علي اللهم لا تدار خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها ولا أكرمتا فينا قصتان إلا أتممتا اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بوضة أهل الشنان المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ظنة أهل الصلاح ثقا ومن عداوة الأدنين الولايا ومن عقوق ذو الأرحام المبرأة ومن خذلان الأقربين النصراء ومن حب المدارين تصحيح المقى ومن رد الملابسين كرم العشراء ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدان على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بمن عاندني وهب لي مكران على من كايدني وقدرتان على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصر وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالباذل وأكافيا من قطعني بالصلاة وأخالفا من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسناء وأغضيا عن السيئين اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العادل وكذب الغايظ وإقفاء النائرا وضم أهل الفرقى وإصلاح ذات الباين وإفشاء العارفى وستر العائبى ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرى وسكون الريح وطيب المخالقى والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عاز واستقلال الخير وإن كثور من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المختراع اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك فيا إذا نصبت ولا تبتلني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اطررت ولا بالخضوع بسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا غرهت فأستحق بذلك أخذ لا نآبك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسني ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظة فحشا أو هجرا أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر أو ما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهبا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك اللهم صل على محمدا وآلاه ولا أظلمنا وأنت مطيقا للدفع عني ولا أظلمنا وأنت القادر على القبض مني ولا أضلنا وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرنا ومن عندك وسعي ولا أطغينا ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفيات وإلى عفوك قصات وإلى تجاوزك اشتاقت وبفضلك وثاقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفوك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمدا وآلاه وتفضل علي اللهم وأمطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى اللهم اسلك بالطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيى اللهم صل على محمد وآلاه ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقل نفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكتان أو تعصبها اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي حرمت وبك استغاثتي إن كرثت وعندك مما فات خلاف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت أتغير وفيما أنكرت أتغير فامنان علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلبي بالجناة وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمنى يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وآله وادرع عني بلطفك واغذني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأضلني في ذراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية وهب لي صنقى الهداية ولا تفتني بالسعى وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كدام كدام ولا ترد دعائي علي ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك نردا اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السراف وحصر رزقي من التلاف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصبي سبيل الهداية للبر فيما أنفق من اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلاب ولا أحتمل إصرة بعات المكساب اللهم فأطلبني بقدرتك اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهاب وأجرني بعزتك مما أرهاب اللهم صل على محمد وآله وصوجه باليسار ولا تبتذي الجاهي بالإقتار فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك فأفتتنا بحمد من أعطاني وأبتلى بذنب من منعني وأنت من دونها ولي الإعطاء والمام اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحتا في عبادا وفراغا في زهادا وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلا واستعملني بطاعتك في أيام المهلا وأنهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحدا من خلقك قبلا وأنت مصلا على أحدا بعدا وآتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقني برحمتك عذاب النار وصل يا رب على محمد وآله الأطهر اللهم صل على محمد وآله الأطهر شكرا